أنا من الناس المؤمنة أنه النهاردة فيه خريطة جديدة لمصر والقيادة السياسية سيدة الرئيس عفتاح السيسي شايفها كويس قوي شايف الخريطة كويس قوي وشايف الخريطة وشايف مين اللي موجود في المكان ده ويقدر يعمل ايه ودي يمكن ربما لأول مرة في تاريخ مصر ليبقى عندنا خريطة حقيقية وقعية ايه اللي موجود وايه اللي ناقص الصغرات فين هي كانت المشكلة طول الوقت الصغرات فين ويبقى فيه إرادة سياسية بالفعل الحالة نهاردة بتكلمي على الحياة كريمة بتكلمي على التحالف الوطني بتكلمي على موضرات كتيرة جدا ووصلت لغاية عمق سيناء وعملت مجود كبير جدا انها توصل الاحتياجات الحقيقية ايه يعني كان لازم نسمع المواطن السيناوي لانه هو شريك التنمية الحقيق في المنطقة دي عملتيله موجود مشروعات لها علاقة بالبيئة البدوية بتاعته انه ما يخرجش بره البيئة بتاعته انت ممكن تروح تعملوا العمارة بس هو مش عايز يعيش صح احنا حيانا لكن هو عايز يعيش احيانا بنتي كده بنوصل احيانا يعني المساعدات او بيبقى فيه حتى مشروعات مش ده اللي هم عايزين او حتى اللي تتناسب مع موارد المكان نفسه فما كانتش بتبقى مفيدة صحيح وربما يمكن لأول مرة في تاريخ مصر تيجي حكومة تدي للمنطقة دي اكتر من يعني حوالي 700 مليار في خطة بتاعت تنمية سينة بس جنوب وشمال مناطق سياحية المشروع بتاعت تجلل اعظم انت هنا حتى بتستثمري يعني انا من المشروعات اللي انا وقيف قدامها بالفعل هنا فيه فلسفة في التنمية انه موضوع من السياحة بس انت عندك كمان سياحة دينية موجودة هنا غير سانتي كاترين اللي الناس كلها عارفها لكن التجلل اعظم دي الارض الوحيدة اللي الخالق العظيم تجلى فيها لنبيه وده مثبت في الاديانة اللي تسميها كلها فانت المنطقة دي ازاي كانت متسابة انه ده المكان اللي ممكن كل المؤمنين في العالم يطلعوا فيه ويشوفوا الجمال ويشوفوا الروعة ويشوفوا ويسترجعوا المشهد العظيم ده فدي من الافكار اللي انا بشوفها خلاقة جدا واللي بفيها بالفعل فلسفة عميقة مش حركة التنمية بس مش فكرة انه هنعمل هنا كهرباء وهنا مياه وهنا مكان للصحة وهنا مكان للتعليم لا هنا في فلسفة في التنمية شايفة كل حاجة ممكن تديها الارض دي وتنفع بيها الناس اللي موجودين فيها والسكان اللي عايزين يعيشوا فيها او حتى الناس اللي حابة تعيشوا تستثمر فلوسها فيها في المستقبل فانت هنا بتبني لسنوات قادمة وبتدي يعني كان الناس زمان تخاف تروح لانه الكهرباء قليلا المياه قليلا المستشفات بعيدة اللي مش عارف الخدمات وكذا لما جوم يعملوا حتى الحصر ويشوفوا طلبات الناس ويشوفوا الناس محتاجة ايه لأوا ان الحاجات دي موجودة فانت دخلتي وبالتشتغلي فيها بالتأكيد مش هتوصل للمية في المية محدش بقدر يوصل للمية في المية صحيح بس على الاقل بدأت قرار السياسي كانت أبارع عن منطقة منسية مكانش فيه لخدمات ولا ترفيق مكانش فيه زي ما حضرتكم تتكلم انه مفيش ده مكانش موجود